للجهود الدولية لفضح ممارسات حكومة اليمين الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر وبالتزامن مع انطلاقة التحضيرات لإحياء يوم التضامن العالمي مع فلسطيني الداخل ترافعت لجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة بقيادة رئيسها يوسف جبارين عن قضايا المواطنين العرب أمام لجنة حقوق الإنسان في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسيل إسرائيل تعرض نفسها أمام العالم كدولة ديمقراطية بل تتحدث عن أنها واحدة الديمقراطية في الشرق الأوسط من هنا أهمية أن نظهر في السحات الدولية الهامة وأن نفضح كذب هذه الإدعاءات الإسرائيلية وبالتالي عرض سياسات التمييز في التعليم في السكن في التشغيل في المناطق الصناعية وأيضا التشريعات العنصرية التي تصنف كل من هو غير يهودي بأنه مواطن من درجة ثانية ومن درجة ثالثة مرافعة دولية خاصة عرضت أبرز القضايا التي يعاني منها المواطنون العرب داخل الخط الأخضر وعلى رأسها قضية إلغاء وتهميش هويتهم التي تجلت بما يسمى قانون دولة القومية اليهودية وغيرها من قضايا التمييز والإقصاء لتفضح هذه السياسة التي تتعارض مع الاتحاد الأوروبي إسرائيل التزمت بشكل واضح في اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي أن تحترم حقوق الإنسان وأن تحترم مبادئ الديمقراطية هذا جزء أساسي من العقد الموقع ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي فبالتالي هذا هو التزام أساسي نحن عندما نترافع عن قضايا الأقلية العربية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي نطالب الاتحاد الأوروبي بأن يجبر إسرائيل على أن تلتزم بما وقعت عليه وهو احترام حقوق الإنسان جهود دبلوماسية طالبت الاتحاد الأوروبي ببعث لجنة تحقق لزيارة إسرائيل والاطلاع على سياساتها التمييزية عن كثب كما وطالبت الدول الأعضاء بالضغط على إسرائيل لتتوافق ومضمون اتفاقيتها مع دول الاتحاد في خطوة تندرج ضمن نشاط نوعي من أجل النهوض بمكانة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على كفة الأصيدة عندما يتفاقم التمييز ويطغ القمع تصبح المحافل الدولية هي عنوان الدخل من أجل تصعيد النضال وإخراجه من إطار محلي تحاول إسرائيل حسره به من مدينة الناصرة سلام مشرقي تلفزيون فلسطين